وبالعودة إلى العاصمة الجميلة ترأس مساء أمس وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية محمد صالح هارون اختتام أعمال الدورة التدريبية لصالح النساء في مجال الخياطة وفنون التطريز تقرير عبدالله هارون برمة بعد مشاركتهن في الدورة التدريبية في مجال القياطة التقليدية والمحلية وفنون التطريز واللائي تدربن فيها لمدة 45 يوما حيث جاء حفل اختتام أعمال الدورة التدريبية لصالح 60 نسوة وخلال هذه المدة استفادت المشاركات معارف جديدة في القياطة مما يمكنهم لممارسة ومزاولة المهنة لكسب العيش وتحسين العهد المدي لهن رئيسة المركز ريسبا ويكو رحبت بالمشاركات في الدورة على تحملهن والتزامهن خلال الفترة لتعليم الخياطة وفنون التطريز أما العمين العام للجنة اليونسكو عبدالكريم آدم بهر أثناء على دور المركز في سبيل تعليم النساء على أساس أن يقومن بتحسين حياتهن اليومية وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية مهم الصالح حرون أثناء كلمته القتامية بهذه المناسبة شجع عضاء المركز على المبادرة الطيبة والتي تهدف إلى تعليم النساء مهنة القياطة والاعتماد على النفس مؤكدا بأن المستفيدات من الدورة سيشاركنا في المستقبل على تدريب الأجيال القادمة في العمل والرفع من كفاءاتهن ترجمة نانسي قنقر